تحت رعاية وزير البيئة دكتور معاوي الرديدة عقد المجلس الأردني للأبنية الخضرة فعالية الذكرى الخامس عشر على تأسيس المجلس الأردني للأبنية الخضرة تحت عنوان قصص نجاح المشاريع الخضرة الفين واربع وعشرين في الأردن وأننا نركز على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات النوعية التي تخلق فرص عمل لشبابنا في الاقتصاد الأخضر وتجر الإشارة إلى أن الأردن يحتل مركزا متقدما في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي حيث أن 27% من الكهرباء يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة وما يزيد على 19% من المركبات في الأردن هي مركبات كهربائية أو هجينة الأخوات والأخوة الحضور تعدل استدامة ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تتضمن ثمن محركات لنمو الاقتصاد ومن ضمنها نوعية الحياة والموارد المستدامة والبيئة المستدامة لتعزيز الممارسات المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية الخضراء نعمل بجد لتحقيق التزاماتنا وأن نكون نموذجا لكيفية تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على البيئة والموارد التي لدينا ضمن اتباع الممارسات المستدامة ومن ضمنها تعزيز مفاهيم الاستدامة في خطاع الانشاءات والبنية التحتية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه وفرز وتدوير نفايات وهنا لا بد من التأكيد على أهمية الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف بما فيها القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث لدعم المضي قدما بملف الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة التي نصب لها جميعا في ظل حضر الصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن حسين حفظه الله وولي عهده الأمين عبدالله بدير رئيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء قال له أن الاستثمار الأخضر هو أولوية للاستثمار الوطني وتحقيقا لرؤية جلالة الملك في منظومة التحديث الاقتصادية من خلال زيادة المباني الخضراء للتأقلم مع التغير المناخي في المرحلة القادمة فقد حققوا ما يقارب 150 ألف متر مربع من البيئة المبنية الخضراء باستثمار يقارب 90 مليون دينار وان شاء الله أن أولويات المجلس الأردني لأبنية الخضراء تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي حثت على مشاركة المجتمع المادني الهادف وعلى ربط فرص الاستثمار الأخضر بأولويات الاستثمار الوطني فأن التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر والبيئة الحضرية الخضراء ومبادرة مباني صفرية الطاقة تندرج تحت الثماني محركات لنمو الاقتصادي تحت الرؤية ومبادرتها وكرم المجلس الأردني للأبنية الخضراء المشاريع الحاصلة على شهادات المباني الخضراء المعتمدة محليا وعالميا حيث أنه خلال 15 عاما الماضية استطاع الأردن الوصول إلى 19 مبنى معتمدة بمساحة ما يقارب 150 ألف متر مربع وبقيمة استثمارات تقدر بـ 100 مليون دينار أردني هلأ الأردن عم نلاحظ أنه فيه حركة كتير مهمة طبعا فيه مجال الحفاظ على الموارد المحلية وتعزيز خلينا نحكي مفاهيم الاستدامة وإحنا دائما منعزز على هات الأشي اليوم رح يكون فيه تكريم لهاي المباني وكمان تكريم أكيد للأعضاء المؤسسين اللي كانوا معانا من بداية تأسيس المجلس الأردني إلى الآن لمدة 15 سنة واليوم التكريم هو لطيفة يعني مبادرة حلوة للشي اللي احنا كنا نعطيه في هالفترات السابقة من البداية كان لنا حرص على أنه نلتزم بجميع الستاندرز التي تتعلق في البناء الأخضر وقد توفقنا بالحمد لله بالحصول على شهدة الأج وهذا التكريم طبعا يعزز من إيرادتنا في الاستمرار في هذا الطريق لتقديم مساكن صديقة للبيئة وموفر للطاقة وتوفر أيضا العيشة الهاني لساكنيها لو كنت قبل 20 سنة المباني الخضرة كانت الناس تفكر أنه مباني لونها أخضر الآن الوعي يزداد بشكل كبير بموضوع التوفير هي لا يعني المباني الخضراء بالأخير بترد الاستدامة وهذا عامل مهم كثير في حياتنا وفي مبانينا أيضا بشكل خاص كان أثرها كثير كبير علينا بتوفير الطاقة، توفير كهرباء، قدرنا نوفر ماء هلأ الموضوع الليد بشكل عام أو موضوع البناء الأخضر مش هو إشي إنه إحنا بس نشوف المبنى لونه أخضر أو بهاي الطريقة هو إله كتير أثر على المباني فإحنا هلأ عم بنحاول نطبق هذا كلياته مش بس كالمين بلدنك عم نحاول نطبقه برضو بالفروع منه بنوفر كهرباء، بنوعي الناس أكتر بأهمية البيئة كيف منقدر نحافظ عليها، شو الماتيريالز نستخدمها بكونستركشن سواء كانت بمواد معينة استخدمنا لأنظمة التكييف معينة عشان نزيد وعي الناس إنه هاي الأشياء قدئ لها أثر على البيئة مش هلأ رح نحس فيها رح نحس فيها كتير لأقدام البيئة ليست مجرد خلفية جميلة لحياتنا بل هي عامل أساسي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وحياتنا بشكل عام فالحفاظ على البيئة ليس مجرد مسؤولية بيئية بل هو أيضا استثمار في مستقبلنا الاقتصادي والاجتماعي